ويستمر مسلسل ترضي الموظفين تعسفيا بسبب دعم القضية الفلسطينية وبالأخص في المؤسسات الألمانية التي تعمل في الوطن العربي أو تستقبل موظفين عرب والتي اشتهرت بتسريح عدد كبير من الموظفين تهمة جاهزة وحيدة معروفة معادات السامية من دون اتخاذ إجراءات قبل الترض فيجد الموظف نفسه قد فقد مصدر رزقه من دون سابق إنذار التونسي غسان بغديري تعرض للطرد من مؤسسة ألمانية تدعى كرومبرغ أنت شوبرد بسبب مناصرته لفلسطين وغزة ضمن حملة مناهضة للتطبيع التي تدعو إلى مقاطعة المتاجر التابعة لشركة كارفور الفرنسية بعد إرسالها طرود مساعدات غذائية لجنود الاحتلال الإسرائيلي السلام عليكم غسان بغديري ناشد سياسي وعضو بحملة مقاطعة كارفور نخدم موظف بشركة كرومبرغ أند شوبرد بيجة بتونس تحركاتنا في إطار حملة مقاطعة البضاعة السهيونية ومنهضة الشركات المتابعة التي لديها ارتباطات مباشرة وغير مباشرة بالكيان السهيوني والجيش الإسرائيلي على رأسهم شركة كارفور كلفتنا قضية مدنية تقدم بها مدير شركة كارفور فرع بيجة في صحفي شخصي بطهمة الاعتداء على ملك الغير القضية هذه رفقتها هرسلة كبيرة ومتكررة مقبل إدارة الشركة الألمانية اللي نخدم فيها شركة كرومبرغ أند شوبرد وتم استجوابي في الموضوع ومن وقتها تمارست عليها رقابة في مكان العمل وخارج مكان العمل وحتى في مواقف اللي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي في اسبوك الجمع اللي فاتت تم طرد بعد ما لقوا عندي فلاير يدعو المقاطعة الشركة الرعي العدو السهيوني شركة كارفور مغديري الذي كان يعمل مهندسا قال إنه تعرض للطرد التعسفي من عمله بسبب حيازته لمنشورات تروج لحملة مقاطعة شارك فيها خارج محيط العمل الذي يعمل فيه أو المكان الذي يعمل فيه ويرى طبعا هذه المنشورات ترى أن ترفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وترفض التعامل مع هذه المؤسسات على رأسها متجر كارفور مشيرا إلى أنه تعرض لمدايقات من طرف إدارة الشركة قرار الشركة الألمانية لن يوقف بغديري عن مواصلة نصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ومحاربة الشركات الدائمة للاحتلال الإسرائيلي وملاحقتها في كل مكان بتونس حسب ما صرح به للتلفزيون العربي أنا اليوم بطال ما نش متواتق كيفهم منش متواتق مع الصهاينة بالعكس الحماس متاعي زاد في دعم القضية الفلسطينية في دعم الشعب الفلسطيني الحر اللي تقتل وتهجر في الخيام واللي عملته شركة هذه منجم يكون كان تواتق مع الصهاينة تواتق مع الموقف الألماني الداعم للكيان الصهيوني المحتل منجم يكون زادا كان تواتق أمبريالي بين الرأسمال المالي والصناعي والرأسمال التجاري لنقصد بها شركة كارفور نقول لهم رأنا ماناش بش أرخوا في دعم القضايات الجوهرية على رأسهم القضية الفلسطينية وفي نفس الوقت لنا ماناش بش نسايبوكم وماناش بش مش خليوكم ترتاحوا لحظة إلا ما نرجع ونأخذ حقوقنا كاملة إذن منصات التواصل الاجتماعي شهدت تفاعلا واسعا وحملة تضامنيا مع بوغديري فقد عبر الناشطون عن استيائهم مما حدث هذا الشاب دعينا إلى اتخاذ إجراءات ضد الشركة الألمانية نأخذ على سبيل المثال ناذر غانمي قال طرد مهندسا من العمل أو من الخدمة لأنه يتبنى قضية يدافع عنها طرد مهندسا لأنه يتبنى القضية الفلسطينية طرد مهندس خاتر شارك في حملة مقاطعة خارج العمل حسب تعبيره أما مريم بريبري فقد قالت غسان يعمل في مصنع ألماني في باجا وجد نفسه مطرودا من العمل لأنه يوزع مع أو على زملائه منشورة ضد التطبيع والصهيونية تضيف الجماعة ناقص يطردون من البلد بينما قال الناشط وائل نوار إنه أعلم تفقدية الشغل ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وإنه يدعوهم إلى تحمل المسؤولية في هذا الملف لأن الأمر يتعلق بفضيحة من العيار التقيل عندما تطرد شركة ألمانية تونسيا على أرض تونس لأنه متضامن مع فلسطين يقول وائل وأضاف لن نسكت على هذه الشركة وسننظم مجموعة أو سلسلة من التحركات لفضحها عسب وصفه